ايفام سفور بلوس اي منزروق حوصلة لأهم الأحداث الرياضية في الـ 24 ساعة مساء الخير أهلا وسهلا مرحبا بالجميع في حلقة جديدة من سفور بلوس سوى السبعة ودراج واليوم منهار الـ 29 ديسمبر 2021 على ايفام احلى راديو أهلا وسهلا مرحبا بكم الناس الكل و تحية لكل المتابعين والمستمعين سوى كانوا داخل أو خارج حدود الوطن برشا مستجدات وتخمة من الأخبار والمدة الرياضية بشي تناولوها مع بعضنا ثلاث ساعة من زوان الرحلة بشي تبدأتوا تسويت في اي افام سفور بلوس اليوم نحكي نحاولو قد ما نجمو قد ما نقدرو نحكيو كورة قدم الليلة الميركاتو على الأبواب أي نظرة وأي استراتيجية للأنديا قبل انتلاق الميركاتو الشاتوي نحكيو كذلك على الأندية وتحضيراتهم لمرحلة القياب كيفاش قاعدين يحضروا الأندية أي برنامج لتحضيراته أي أهمية للإعداد البدني خاصة والحدث الأبرزيليون وهي نقطة الصحفية للمتخب الوطني التونسي لكورة القدم المنظر الكبير يخطف الأضواء من خلال تصريحات نارية تشنج اتهامات وخصام مع الصحفين هذا إذن وغيره من الأخبار والمسجدات تحية كبيرة برشة لكل فريق الأعداد ويام جويني في الأخراج بوشرا سعيد في العمل الصحفي والأعداد عبير زغدودي وأيمن وفي في السوشال ميديا وفي السيتوايب واليافام تيفي مع صديقاتنا ويام ربح وإيميل الجدي معكم أيمن زروق بوشرا فقكم حتى لثمانية متعليل وسعيد جدا أن يكونوا معنا وليد جرفيلة مساء الخير أهلا سهلا أيمن مساء الخير محضر كل المجتمعين والناس اللي تابعوا فينا على يفهم تيفي مرحبا بيضيف تاعنا اليوم نورنا مشرفنا تخليكم بعض تي والدنا عادة مشظيفة والددار والددار والدليميسيون صاحبنا والدليميسيون والددار صاحبنا وبونا كيف كيف سمير نادر عمار حسيم وحلقة سخونة ظاهرة من البداية إن شاء الله تعدى في كنف الاحترام والروح الرياضي سعيد جدا أنه يكون معنا ليلة ونشكره بالقديم بالقديم لأنه قبل الحضور معنا في وقت قياسي جدا استجدنا بي خالد المولي مساء الخير ألا سهلا خالد مساء نور أيمن مساء نور وديد سيد المستمعين ومشاهدين شنا حولك؟ لباس لباس سفي لونطان ليك وحشة عنا برشة مع وانيش بلاتو مع بعضنا وي صحيح وانا البلاتو هذي عنده معزة خاصة خطر بديد فيه 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 ومن بعد صار تحوي الوجه شنا يسبور بلوس شنا يسبور ما شنا هو زروق شنا هو غلنزا خلوه دعاد في التالب زياد الحوار التونسي مع أخونا سكندر أي بني آخر عدك هؤلاء برافو يعطيكم صحة على الإميسيون أشفوت في الحوار التونسي خاد المولي اللي تعرفوه تابعوه كلها رصبت مع زميلي أمين غلنزا اليوم موجود خاد المولي نشكره مرة أخرى كلمناه مع الخمسة متعل عشية قبل ساعتين من الإميسيون لأنه المناج مكان قد متعازينا الحارة في وفاة والدة والد زوجة سامير السليمي تعذر أنه بيش يكون موجود معنا ربي يرحمه وتعازينا لصديقتنا وليزاميلتنا في الارتسائي سامية السليم إن شاء الله سامير يجعلنا دانتري بيانتو مرحبا بيك خالد المولي مربي وواليد القرفلة بيش نبدأ مباشرة في صلب الموضوع بيش نبدأ بيخبار يهم أحباء ناجم رياضي سيحلي ويهم الناجم رياضي سيحلي خاصة والخبر في علاقة بأولمبي سوسا الملعب الأولمبي بسوسا جاهز بنسبة 96% هذا ما يأكدو سيد رياض بغطاس المهندس المشرف على مشروع توسيعة وتهيئة الملعب الأولمبي بسوسا من خلال حوار رسمي كناجرا في الصفحة الرسمية للناجم رياضي سيحلي نسمو أهم مقلو إذا كان حاضر حاضر وقويل لجم تبدأ تلعب في مارس وإحنا في شهر ديسمبر 2021 والأشغال وصلت 96% يعني سابقين البغنين متاعنا ومشكور مشكورة لأهذا الكل اللي في فورم متاع المقاول واللي كونسبتير والمجموعة بصفة عامة اللي تتبع في المشروع جمهور الناجم رياض الساحلي يرجع مدومة ترجع للإطوال تكوى هالمنشأة ذي فخر للتونس وفخر للإطوال وفخر للساحل هذا سيد رياض بغطاس المهندس متاع المشروع وليد غرفلة 96% جاهز ويقول تجاوزنا الكالندرية معناها في الوقت هذا كان من المفروض أن يصلوا لمستوى معين الحمد لله تجاوزوا بلدي سوسع والمشرفين والمقاول وصلوا نسبة 96% يبدو الـ 4% اللي يمزالوا ناقصين حسب الصور حسب ما شفنا أنه البلوز وتركيز الكريسي وبعض التفاصيل كالفينيسيون اللي تشده هو واحد كيبني دار كالفينيسيون أكثر حاجة تعطي مفاجأة صار الحقيقة نحن البرح ما كنا نتصور وكي حكينا على النجم رياضي ساحلي اللي بيشي شارك في كيس ربيط الأبطال الأفريقية قعدنا نتسائلوا نجم رياضي ساحلي وين بشي يلعب المقابلات متاع واليوم يجينا رقم ممتاز برشا 96% مع أنت ما عاد ما مازال إن شاء الله الـ 4% اللي قاعد والناس الكل تتجند الناس الكل تخدم كل واحد من بلاست وكل واحد من موقعه هايمن لأنه صحيح الملعب هو النجم رياضي ساحلي والجهة الساحل بسيفة عامة لكن زادة لتونس واحنا مستحقين خالد اليوم في خضم البنية التحتية والملاعب متاعنا اليوم والشاي اللي نعانيوا فيه معنات الملعب اللي يتحط ويتريقل ويكون حاضر تربحوا الجهة صحيح لكن تربحوا تونس زادة اليوم المنتخب الوطني اللي جانب النجم رياضي ساحلي ينجم يستغلوا اليوم تنجم في رقة جي تعمل حتى تربوسات ونستغلوا الملعب الأولمبي بسوسة خاصة أنه في مدينة ساحلية حاجة ممتازة برشا لحقيقة البارح كي حكينا ما كناش نتصوروا أنه معنات اليوم وصل نسبة 96% جاي زي معنات بقدرة ربي نتصوروا اللي نجم رياضي ساحلي قادر بشي يلعب جزء من مقابلاته في ربيط الأبطال في الملعب موسم هيدا؟ إذا قولك 96% وموك تعرف أنه كل الرخصة تتعطيها ملكاف كل عام معنات تتجدد السنائي سايقهو مع الأسف طلب استثنائي نجم يكون النجم رياضي ساحلي إن شاء الله ما نعرش لحقيقة القانونين لكن اللي نعرفه أنه قبل أنت يلاقي تشامبينز ليغ والكاف هما رادس والمهيري هما أمولوغي من الكاف ونجم نلعبوا فيهم رابطة الأبطال في دور المجموعات ودومي فينال وكل شي وملعب مصف بن جنيت كذلك لكن حد وحد دور الدور تميزي نجم صبرت برش جيت في هال الأربعة في المئة يكيد ما عاد ما ما زال شاء الله وترجع لتوى الميدان المتاح نحن نعرفه ارتباط النجم الفريق بالملعب هذا تاريخيا الإنجازات متاعه وكل صارت غاديكا نعرفه الضغط لنجم يعملو الجمهور ليبدأ قريب ياسر للفريق والميدان ومهما فريق كانت قوته يلعب في سوسة إلا ما يتقلق من الضغط الجماهير هذا السنين الاخرانية الحقيقة حاسينا اللي النجم في قط بارشة من الثوابت متاعه خطر كتلع في ميدان ما هوش الميدان متاعكم بلوش الميدان يلعب فيهم هومش ملعب ملعب أولمبيسوسة يلعب حمسوسة اللي هو ميدان صغير حتى باش تنعرفه اللي طوال الفريق اللي يصنع اللعب يلازمك استعمل برشة العرض اللي يلازمك بلوز بيه دونك هذوما الكل كانوا أسباب للنجم ردي سائل حتى على مستوى النتيج تراجع الفريق أثر هذا انو نجم سيحلي لعب في ملعب وعلي الحوار براتيكم البلوز بيه لكن اللي ديمانسيون مهم شو ما ملقاش ثوابت كما كنت تحكي فقد نوع من الهوية والشراسة نجم رياضي سيحلي بفقدينه للملعب أكيد موش النجم ردي سيحلي أي فريق تخرجوا من الميدان بتاعه ورمي سيلا براسك عامين نجم يلعب ببرا من الملعب متاعه ورميش حاجة سيلا دونك يفو الفير ويفو رزيستي حتى على الأخطان حتى من المستوى الرياضي المستوى المادي واختي تلع في ميدان فيها أربعة من الناس ويكلون مش كما تلع في الميدان بتاعك تلع في سوسا في الميدان هذيك رو مهما تكون قوتك رو بالضغط الجمهورة ديك بلا عشو الملعبية عندهم الثواب تمتاهم مع الميدان صعيب انك تخرج بنتيجة إيجابية من السوسا لكن طوى مع بشوالي الكباسيتي اكبر نتصور اللي حتى التموحات متاع النادي مش تكبر خاطر الكباسيتيتي اكبر فلوس اكثر دونك اوتوماتيك ما حتى التموحات الاستمرار كذلك في الملعب الجديد كما يعرفوا الاندية الكل في اوروبا نحنا نتفرج دماغ في اوروبا لازمنا ان يخذوا الباني اكزامبل انو طوى نتمنى اللي قراء وحسابها للنقطة هذي معطيك صح ايما نتمنى اللي توسع ملعب تستغلو انك تعمل ديبوتيك تعمل تحدث عليه هو مهر القرويس في البروجين تقعوه سي تريز امبورتون للكيسة متاع النادي ونعرفوا ان نوادي شعانات على الاقل في العامل الخرين تاع الكوفيت وزيدهم لو يكلو من سنين دونك اتمنى اللي نجم رايسيح اللي يكون قراء ولا اللي عملوا الارشتكتور متاع قراء ولا اللي نادي مهاش مدار جبار كرا وستادات العالم الكل فيهم مدخيل كبيرة للنوادي اترافير لبوتيك واللي شو والكوميرس اجمو يعملين حتى البانو بيبليسيتير معنا توسكي بيبليسيتير مش كي ما في ملعب ما نتابعو لي لحوار بش تحط الماركات والبيبليسيتير مواكد جدا رو نحكيه على كل شي مربوط بعضه اخراج وكاميرا ويت وجمالية صورة تبرك الله اللي جراداني شوفناهم معناها حاجة متزجد حتى انو ربما يتسمى باسم شركة كي ما في الملعب الانجليزية ماشلا واشكال طرح تشكالة هنا حتى يحكي مع بعضهم بشنو بش يتسمى بش يقعد اسكم ملعب اللوين بيبليسو سواء الا بش سيقعد تسميته بواحد من الاساطير متاع ناج مرياضي لاسيحلي وإلا نخرجه مع كل كوته التقليدي اللي سنسنا بيه وكانت هذي فكرة سيد ميل القروي من خلال برنامج لانتخابي قبل تولي رئيس ناج مسيحلي انو قال عندي سبونسور اللي كي يحضر استاد بش يوالي استاد باسمه بش يدخل مليارات قولك نحنا ما حاجلش بالفلوسة نحنا هنحبه استاد متاعنا باسم هكا مثلا انا عبد المجيد شاتيلي وانا واحد هكا من الاساطير لكن اليوم النجم في حاجة كبيرة للاموال في حاجة كبيرة للمادة ماك تعرف اليوم مركاتو اليوم عقود لاعبين اليوم مشهاري كبيرة في فرقة ستن الكبرى ذوك الحاجة الحقيقة اللي بش يدخل الفلوس للنجم بش توفره المادة هي اللي الفريق يمشي فيها في الاستراتيجية لازم يكون فهم اتفاق مع البلدية في الامور هذا خاطر حسب ما ما نعلم اللي الملاعب الكل متع تونس على ملك الدولة ان شاء الله يكونوا فليكسيبل في الامور هذي تاوليوم النجم عام العمد والنجم ولا الساساس ولا نهار اخر ان شاء الله النوادي الكبيرة متاعنا ولي وعنده مساعدات رو فلوس هذيك صحيح باسم الدولة لكن وقت اللي مستغلوش انا مش نعمل فيه حاجات يزيدوا ويدعموا النادي يولي ما هو كموجود وكهو مانش بستنفعوا منه هذا هو الاشكال لانه هو ملعب بلدي بمشروع بلدي تابع البلدية وقت اللي يجي سبونسور اسكو يولي ملك شكون تحت تصرف شكون قانونيا هل ممكن وإلى لا القانون نعرف القوانين بتاعنا من عام 40 ومعام 50 وما تبدلتش وكل مرة نقولوا بدلوا القوانين نقحوا القوانين كده ما فاميش موضوع للرياضة لازم رؤية جديدة للرياضة والاستثمار الرياضي نختموين فاميش كون ابيل PPP هذي مصطلحات بنكية حابيت اقول لك لنجمه صحيح تاوى معناتها قانونيا فامي مشكل قانوني متاع الجمعيات لا نخل ما يسمح القانون ما تماشى نص قانون يسمح لك بيش تعملها وسينوت راسيلك تجاوز القانون في حين انك انت بش تدخل سبونسور ومليارات وكل شي لمصلحة النجم رادي سيحلي إلا أن هذا يتضارب ولا يتماشى مع القانون الموجود مع الحساب الشديد نخجو فاصل صغير ونرجع بعد شوية في سبور بلوس وش نحكيه وعلا كل ما صار في الندوة والنقطة الصحوفية اليوم في الملعب الأولمبي بالمنزة رجعنا لكم جيد في سبور بلوس سوى 7 و19 انتقيقة يتفعل معنا الأستاذ طارق العليمي قال لك من فضلك يا أخ أيمن ما تتكلمش في القانون في غيابي يوندي حاشة والله خاطيني حتى حابين أقولوا بليما يوندي حاشة يوندي هل ينبش نتكلم في قانون في حضور طارق العليمي تحية كبيرة ليه طارق العليمي اليوم وليد وخالد كان الموعد مع النقطة الصحفية لدعاتها الجامعة التونسي اللي كنت في قدم الصحفيين كانت من المفروض أن تكون نقطة صحفية للملعبين للحديث على التحذيرات والتربص الأولي هذية غدوة كانت من المرتقب كذلك أنه تكون ندوة صحفية وليست نقطة صحفية ندوة صحفية لأعلان القائمة غدوة سيتم الأعلان على القائمة نهائية للملعبين اللي بشاركوا في القانون لكن صحيح هما ساروا ديز انترفيو مع الملعبين لكن من خطف الأضواء وهو المدرب المنظر الكبير به عديد منا نقاط وتحدث فيهم لكن قسمناهم على ثلاثة تروة بارتي بش نبدأنا نحكيه على نقطة تحدث فيها تونس الكل وكانت موضوع الصحافة والناس الكل اللي هو اللوجيك وفكرة استدعاء حراس المرمى أخيرا نلقينا جواب منا عند السيد المنظر الكبير نسمو شنو اللي قال له أنا هذه اختياراتي وأنتحملها اليوم أنا عندي عامين ونص ونحس اللي كونه في المقاربة اللي عملتها من اللي جيت وقت فاروق كان يلعف الشباب ومعز بنشرفيه يلعف التراجي كان فاروق اللولاني ومعز بنشرفيه الثاني وكنت الأمن اللي في الكيب ناسونال يزم يكون في محارة سرخم واحدة ومشيت بيه واحنا مشينا في البركور فما صارت اللي كونه عدم انتظام في المردود أنا خامل في مصلحة المنتخب أنا يزمني نلقى حلول في كل باست هذك يزمني ندخل ديمة جديدة يزمني أنا في الكيب ناسونال نحل المشكلة متاع مركز فوليني يا مركز فوليني أنا مكتف هداية أنا معز قيمة ثاب وينجم يرجع على تماما وينجم يكون حتى رقم واحد كيمة معز بنشرفيه طيو ما يجمش يرجع للكيب ناسونال يكون رقم واحد موش خطر هو مش موجود يعني هو ولا الخامس ولا ولا ستس اليوم طبيعة المرحلة فاروق يزمو يقعد فاروق عنده تجربة فاروق ملاعب بحارس ينجم يفيدنا في المباراة وينجم يجدنا في وضعات خاصة في ضربات جزاء في تأثيره لصحابه وخطره إلي تري بوزيتيف في القروب أنا اللي كانوا الراع اللي كانوا اليوم مصلحة المنتخب باش يكون فيها فاروق ويكون فيها بشير ويكون فيها دحمان وعلي جمال الخطر أنا خاموا في مصلحة المنتخب مقاموش في مصالح ضايقة واليوم باش تراو إنه بسيان جديدة في الكيب ناسونال على مستوى الحراس وقت تبدأ فما عدم انتظام وفما حاجات أنا البرميسي لكسونير وينا أكثر واحد مسؤول باش نحاول وطمع تكموها نلقع الحلول هذا ذن سيد منذر الكبير خدموا ليخي دخل نبدأ معاك فنيا نتحدث قال معز سواء معز حسن أو معز بن شريفية ينجموا يرجعوا كانوا مهم اليوم موجودين في القامة بتاع الكان لا يعني إنهم هما أصبحوا في الترتيب الخامس والسيدس يقول فارق ونصف مستحقين الخبر تو ينجم يفيدنا في وضعيات معاينة وخاصة قال لعن اوبسيون أخرى باش نشوفوها و باش نلقاوها في الكان ايو تخمينة يتخذ المولي والله يش بخلك أنا تاوبسيون قدو خامو في الوبسيون اشنو بشكون الوبسيون يبش يكون بنسعيد اللي كانت روازين بشوالي برمي علي جمال وإلا علي جمال وإلا دحمان وإلا بشارج عفاروق شو ماش اوبسيون واحد أخرى ولا اوبسيون جيدة نجمو يعني شو بعدو احنا احنا نكمالك فمتان يقف واختليقول فاروق الحرس لولاني وباش نشوفو دوترو اوبسيون فمتان يقف هو فاروق لولاني يعني نجم اليون موندرك باري قرر فاروق لولاني هو عطا التبرير بتاع انه فاروق قعد لتأثيره خاصة الايجابي على صحابه و على المجموع قالي ليه بوزيتيف و نجم اسحقه في وضعيات معاينة و عنده الخبر ما بسرش فنيا خالد اسمعناه نحنا اسمعناه نحنا نجمو هو فكر باقي موش مقنع وفمتان يقدر اوك نحطو حارس لولاني بتاع المنتخب خطرو فنيا الساعة فمتان انبعد هذك باهي في الجروب خيب في الجروب هذك يطر يدخلو في الديزوبسيون في الادابتاسيون مع الجروب اما باهي ولا مش باهي فمده لهنا يهزنا سؤال علش معزع صنط نحا الحارس كان لولاني يقال يوم روحوا البر دونك كان اسباب فنية شو نعملو مقارنة فنين هو فاروق وزوز غلطو دونك فنيا زو ما مش باهين دونك نرمو لها زوز البر ويدخلو دي زوبسيون الاخرية اللي حكي عليهم هكا ولا يعني يا فاروق ومعز يخرجوا زوز يا يقعدوا زوز واحد منهم لك كان حسب كلمه هو كان مش تمشيه فنيا فنيا وزوز غلطو هكا ولا دونك زوز كان مش تحكي انتي نحيت ملعب الخاطر فنيا خيب دونك حتى الاخر ما موش في المستوى اما كي تقول رو هو الحارس لوليني وفما دور دور رزوبسيون بتنيا قد في المنحن قالش هو حارس لوليني رو في الحديث الاسمالي لا حسب ما سمعتنا قال قال فاروق عليش قتلك هو كانوا عطى تفسير انو فنين ربما حتى فاروق حقه تنحق لكن التفسير والمبرر اللي عطاه اللي منجم يكون مقنع ينجم يكون مش مقنع انا واحد من الناس مقنعنيش برش انو فاروق بالمصفى تأثيره ايجابي على المجموعة ونستحقو في وضعية معاينة كيما ضربت الجيزاء ومسحقين خبرتو معلقة نفاهمو من كلمه وانو مش بش يكون فاروق من مصفى راول حارس الاول خادر باشي اختم الكلام خالد اختم الكلام باشي نشوفو اوبسيون اخرى هيدا هو اللي حبيش عبيت نربط والله بسؤال الاخرى كيما اخد لكي يكون بنسعيد كان تروازية مشيو والي برمي وقال لبشر راول دحمان ولا علي جمال في حراسة المرمى وباقي الهنا راول حراسة المرمى ما هيش جيب واحد اللي معاشن حتى واشوف فما دي بوست راول ما هيش مربوطة ساعة بامكانيات ووقتها راول فما كولابوراسيون مع الناس الكل خاطر اخر واحد فما تناسق وتجنس معالم لعبية ده وقت بجيب معاشن ان شاء الله الحارس باشي حطوا ساعة يكون بارفنو ما هيش هذا الاشكال راول بوست ديليكا لازمو الشخصية لازم يكون في احصل حالة متاعو لازم يكون كمبيتيتف دانك لم لزوبسون هدوم الكل في حارس طوو في المنتخب وما لا ضغط على ايمان دحمان ملا ضغط طو على ايمان دحمان بارابور اللي صار هي دير كله بارابور للشارع كله كله اللي بشابت ايمان دحمان ملا ضغط على دحمان ايلا شملو ولا ابن سعيد ولا حتى فاروق يعني الحارس وليس بشدة اليوم ركنت شدة هكا معا وجبش يقولوا حارس خايب ونحي وليد جرفالة قال زادم لازم قال أنا دوري أني نلقى الحلول ونضخ دماء جديدة سؤالي لك هل وجدت هذه الحلول هل وجد الإطار الفني وسيد موندر الكبير هذه الحلول طيلة عامين ونص لأن وقت اللي جيشت سيد موندر الكبير للإشكال حراس المرمى موجود من وقت جيريس من الكوب دافريك 2010 لفت في العامين ونص يدوم قال دوري أني نلقى الحلول هل وجدت الحلول اليوم؟ والحقيقة كنت شوفوا البردود متاع الحراس ونشوفوا البرفورمانس الحقيقة ملقينيش اليوم اللي الحارس يطمن الحقيقة على الشي باك المنتخب خلينا نكونوا واضحين اليوم يدين على قلوبنا واليوم الحقيقة مسكين الحارس اللي بيش يدخلوا ويلعب الكان لازموا برشة تأهيل على المستوى الذين يصحابوا لازموا يعاونوا برشة لازموا عنده شخصية كبيرة ولازم سورتو رسالة متعتمنة اللي راو ألعب وحتى كانت أغلط راو بش نعاولوا عليك وانتي الحارس بش تكون الحارس اللي الأول للمنتخب هذا اللي ما صارش لا مع فاروق لا مع 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 معز حسن لا مع الحراس اللي اللي قبلهم الحقيقة معنات اليوم راو يمكن المنتخب الوحيد نحنا 2019 خالد ثلاثة حراس في ثلاثة مقابلية عمرها ما تصير حاجة ما نتخيلها في حتى منتخبة نعم انو الحارس اللي يغلط يتنحى ما نصور هيش موجودة معناه اليوم عودنا شهادنا وشوفنا وشوفنا النتاج متاحا هذا في خصوص موضوع حراسة المرمى بش مشيو شوية اكسرا سبورتيف لانو سيد الماضي الكبير وجه عديد من الرسائل المبطنة منها ومنها الآخر المباشرة بش ناس مع تصريح مطول شوية نحاولو ركزو بالجدية بالجدية على كلام سيد الماضي الكبير لانو مهم جدا قبل انطلاق بطولة افريقيا المعادل راو خوية وفهموا ببرشة ناس حابة تتخلق قشعات وتهم في كيفاش منظر ما تفهمش هو عادل وتعارك ومبع ذا موت قدا وخرجوا الصورة وكي نقول انا عادل راو خوية مش معناتها كلام مبارا ما نتنو انا احتراما في شخصو نخليه هو بش يفسر الحاجات اللي جعلتلو بش يغاطر بالنسبة للاجواء اللي صارة اليوم منتخب راو عائلة رئيس الدولة رئيس الجمهورية يكلمني بعد الدور النهائي اشاد بالروح القتالية اشاد بالروح اللي موجودة في المجموعة وقال اللي كونه هذي اهم من النتائش لكن فيما برشة اللي يخرجوا اللي تتكلم عليهم انتي ناس صفر ثقافة ناس نتعا فيها برشة جابان وبرشة جاهل بالبرشة معطيات يجيوا يقولوا اللي كونه المنتخب التونسي فيه برشة شخصية وبرشة روح انتي كتقول على المنتخب التونسي الشي هذي وتسب النخب شكون اللي زراعك الشخصية وكل روح وكل جرين تاف اللي شفتوه من ال 2019 موجود يجيوا يتكلموا في دراجر يجيوا يتكلموا في طلطالبي يجيوا يتكلموا في حنبال يشكون ما هدلو طريق سوصانوا اللي يجوار كادر ما هدولو طريق انتي منشيرة تشكر ملابي وتسب اللي خليلو الظروف اللي بيش يكون موجود فيها الدراجر بش يولي جوار وليش جايبينو وشنو هيعملوا كل شاي بعض ولا ويشكروا في دراجر فك الروح القتالية متاعوا وفك اللي صرتوه الفالور اللي اعطاها شكون اللي حط الدراجر في احسن في وضعيات بش شفتو كالنزع هذيك دوكوا تقولي انتي على الاجواء اليوم اش حبني نعمل انا كونترنا انا مانيش متوتر ومانيش متقلق انا عندي عامين ونص صامد وهيك هي القوة عندي عامين ونص وناس كل ما يعملوا ليسته ترباح خمسة ترباح اربعة تعمل سيري بوزيتيف ولا متعملش هذا كل كله يتحطوا كوته يشدوا 20 منوت ويشدوا اين ميتان ولا شدوا ماتش انا اليوم قاعدين يمسوا في الامبيانس متعالي كيب ناشونال وقاعدين يحبوا يدخلوا فتنا ما بين انترنار وخوه قاعدين يحبوا يدخلوا ما بين جوار قديم وما بين جوار جديد قاعدين يحبوا يدخلوا ما بين نادي ونادي قلت لك انا اليوم كنتكلم بطان هذير را ما هوش نيروزيتي ولا ما هوش قلق اما دين انا بقول راو في المشهد منظر كبير ما هوش صمصار منظر كبير ميتباعش وميتشريش انا مندفعش على مصالح ضيقة انا منجيش ندخل البلاتو ولا بش نجي تكلم ونعمل اوناناليزة هنا وهنا بش نخدم مصالح امتع اربعة فرنكين انا مخوهم ولا تعليمات بش نجل منظرة بهك وليك قدام الشعب التونسي قدام الناس اللي متعلقة بتونس قدام الناس يقتل لعبنا الدور النهائي فما ستين الف يغنيوا في النشيد الوطني وخرجوا فرحانين انا نخاطف في هذوكم راو فيما الناس قاعدة تحب تدخل البلبلة في الكيب ناسونال وتصغر كل مدرب تونسي انا اليوم نمثل المدرسة التونسية يحبوا وريوا اللي يكونوا التونسي موش قادر نجح كانت عندك مركب نقص في روحك راك انتي ما تنتميش للدولة هذه انتي ما تنتميش للكلام اللي قاله الرئيس ما تنتميش للكونه التوجهات اللي احنا ماشين فيها زمي الفينال كان اللي فاتت تمشي كوب ديمان وتعمل الفينال قلاش معنا ما عملناش يونفينال واحد يخرج لك واحد جبان واحد صفر ثقافة واحد جهل يسايب هذاك الكل ويشد في سيلكسينا شنو يا حب هيدا ذان سيد موضر الكبير تشنج اي برشا كلام خطير استعمال كلمة الرئيس عديد من المرات عديد من الاشخاص لا قدري شكون الاشخاص في تحات علام اليوم سيد موضر الكبير حسيلو تبركالله على الامبيانس قبل يمات من بطولة افريق شنو عندك ما تعلق برابور لكسينا الحب ربدا منين وفيت انتي ايمن معالتها قلنا نحنا ندوى صحفية هذي في البلاغ اللي هبطت في الصفحة الرسمية ترجى مع توسية لكورت قدم كانت ندوى صحفية خاصة لللاعبين شهدنا اللاعبين حكاية وشهدنا سيد حسين الجنيح حكاية وبالمناسبة الخطاب متاعه الحقيقة كان متزن خطاب متاعه انه مدير المتخبات عنده عليش موجود الحقيقة كان رزين الخطاب متاعه كان ممتاز والخطاب متاعه طلب ديريكتو مو مباشرة من الاعلام خالد في الفترة هذي بش يقف مع المنتخب فترة سعبة يتعدى بها المنتخب قادم على كان وهذا من حقه بش يطلب من اعلام التوسي بش يسين المنتخب واذا بنا هاي مننا القاوي سيد منذر الكبير اللي ما كانش مبرمج بتاتا انه بش يكون في النقطة الصحفية هذي باعتبار انه هدوى فما هدوى صحفية نص النهار قادم على القايمة وللحاديث على واضح وانا راي انه الشاي اللي قالوا الكل ما كانش وليد الصدفة الشاي اللي قالوا الكل جايب جايب الذمة فما كلام يحبي اعاديه فما كلام يحبي اعاديه بالطريقة هو قال مانيش متنرفي سمحني يا سيمون ضرمي لكن جيت متنرفي شنو تعم شو تعمل لنا معنا خلينا انتوا بعد نرجع للحادثة اللي صارت مع زمينا ربما ينيس الساحبين ايمن توا نرجعولها لكن الحقيقة فما برشة برشة كلم ما يجيش في وقت كما هي دايما ما يجيش اليوم انت لازم اكتوحد الناس ما ننسيوش ليلة مقابلة الجزير الكلمة اللي قالها باش نسعروا باش نسعروا من الناس اللي شكت فينا كلمة وقتها زادة ماش في وقتها اليوم قبل عشرة اليوم من انتلاق الكان قبل الصفار للكامرون فعوذ انت تلم حولك الناس دي جاه هي الجو العام من كهرب معناتها وناس الكل على عصابها ونعدين فيقة بين جميع الاطراف ونحسوا في برشة نقاط استفهم وبرشة ذببية اليوم كان الخطاب حتى ولو انت ما يخفي خاطرك حتى ولو كان فما عليك برشة ضغط اليوم الخطاب لازم تكون خطاب تتجميع ماذا يعني منظر الكبير ما هوش سمسار ما يتباعش وما يتشريش نحكيه في الرياضة نحكيه على رئيس يعطيه صحة كلمك وشجعك برافو رئيس الجمهورية نشجع المدرب التونسي لكن اليوم ما مغزة شو تحب تورينا معنات اللي انت رئيس شوه اصدقاء ولا شنوه معناتها ولا تخوف فينا ولا تخوف الناس اللي تنتقدوا ولا شنوه برافو لو تتذكروا انتو بقبل والله يا خالد في بالمكشوف روجيلو مير معناتها البطل اوروبا وقتها وبطل العالم مع يمي جاكي في بالمكشوف نتذكر وقتها في قناة حنباع لي من كل جمعة كل جمعة الفريق تاع بالمكشوف يشدوا روجيلو مير يسلقوه وطيلة ستة سنوات وطيلة ستة سنوات وحق وباطل راوساعات معناتها باش دي ما على حق اليوم يا خي انتي في الفترة هذي قبل العشرة ايام تخرج بهالخطاب المتشنج هذا تتهم في الاتراف الكل وتلمع حتى على مدربين سبقين دربوا الم انتخب نفم وشو شو رانسكيين وراوتوسي عندو درجة من الذكاء باش الكلام المبطن نجموه تو هو لمح وانتي تلمح على تلميحه وهو على على الدراج الردو كذا يقص في نبي المعلوم ايام معناتها اليوم على الاقل هذي نجمنا نفم وشوي اياما شكون السمسار شكون اللي يتباعه ويتشره شكون الصفر ثقافه تطلق في النهار حتى كان حتى كان موجوع حتى كان عليك ضغط مش بالطريقة هذي باش تجاري الضغط التاعك مش بالطريقة هذي باش تجاري ربما الشي اللي قاعد تمر بيه ولي قاعد معناتها ساير خاصة بعد القايمة تعف مونتاش اللي عبلي ريناه واللي خارجته اللي هي معناتها عاملة المشيكة تاول كتاب عادي وهو منطقي لانو كل هذي كله تساؤلات شنو عندك ما تعلق برابور الكلام كنا نسمعه فيه خالد والله انا ساعة مراش اللي يفهمه مبر الكلام ميقاله الكل والله ما يعني شنو المدرب عمل مدرب عمل نهائي بعد اسبوع عمل الطاحة حسب راينا الطاحة في فخك الاثبات النفس والتبرير ما عندك ليش تبرر ما عندك ليش تبرر ما عندك ليش كونش تمرر شوية شوف خاننا خانكولك حاجة فماش ليستة عملت في العالم تعكوا بدافريك وبجمات كوب دوليت حيب انتي ما فيهاش عباد ماهاش موافقة في كل ليستة دي ما فهمه ما بالك احنا في تونس يعني ما ناس الكل تبهم في الكورة وناس الكل تعرف فمت دوك مدرب بصراحة لازمه اقل شي يخرج بشي مش بشي بر بشي اي 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 يوررين عليه الشك هو عليه شك عمالي شوها دوما ومبعد انتي تحمل مسؤوليتك عبرتو انتي بجزلي كيب منتج انتي مجي بيع انتي مبعد بشتتحاسب دوك بشتحاسب على الاختيارات متاعك اما طيح في كيما قولت انا في اثبات النفس والتبرير والتشن انا للحقيقة قعد نخمق بيلا عليش ما لقيتش ما لما لقيت الجواب بخاطر بريمو انتي معاك الحق ليشوالي عملتم او فانتالو اصحاح متاع دراجر متاع متاع الطالبي متاع ليتحب انتي وصلت بين فينال بطبيعة بالنس كل الناس التفرج وتونقد والمحلين كل واحد عند رايي مطيطة ماذا لنا نقول لك تغييرات متاع النهائي كانوا ماخران نجم نربح الماتش عادي ابريكو احنا مشاهدين مناش كيفك انتي في الصفل والاني ناس كل بيشت لايحدو كل واحد عند رايي نجم تاخو هدايكة بوزيتيف ما واتخدم به ولا تقول له انا هديكة جسيون متاعي وانا اليوم المدرب بها ليش بيش تكون بلغة قوية وحارشة المدرب اليوم ما يحكي مع حد لي خاطر المدرب الثكي لازم يعرف الشي يسمع ويعرف شنو يطيز زادة فامتعد هونك في وسط هذا الكل الحقيقة جاء نحسيت منذ الكبير شاي سبيسيال ما بش يعدي ديموساج هو ما كي هذا في كان في غناء عنه عنه لانه عندك كونفيرانس بش نسألوه سور ما على معز حسن هامل شوها متاعي علاش اي ايكسي جراج اللي هو ابرتو انت المدرب اندي بش تحمس وليدكم بحث وبينا اولا اريده في مواضيع اخرى وكنا بش منا نحكي عن نقطة صحفي اي اي ابل اما تحضير اتخلقت بالليميك واللي اكبر من هيدا الكل وردود الفعل هوا انه ثم نوع كلاش بالعربية حاجة موهد. كلاش صار مع أحد الصحفيين. صديقنا نيسا السحباني اللي معانتها هاتوا نسمعوها الأكستريم ما تسأل سؤال معانتها فيها استفزاز ولا حاجة ولا حتى ولو كانت صار فيه استفزاز فمناش بك أنك تجيوب لكن هو وقتا في وسط الكونفيرانس دو بريس سألوا سؤال فمتفعل معاها كذي. هيت نسمعو شنوه اللي صار وشنوه الإجابة اليوم لعشي. ترصتلي أنا نعود في الجوار بعد يستفريلي جوار الذوكو ما كانوش حاضرين أصنفرصان في عالقة في عقلك كانوش نجاوب فراشد. وانش واسع في بالي أنتي مكش مكنسين مكش محترم ما تحترم شروح كان راجل صحافي لنا كل شي زميلك عطاك إنك سيان بوش نجاوب بوش نجاوب بوش نجاوب بوش نجاوب بك انتي مغير مزيق. وقت 3 تنتي مدرقة سيخيبوه وضعف ينجم يقولون لي إحب لاندشو كفاب لاش اطيعيح لقادرك وجو كفاب لاش يقولي كل واحد تقول شاي. تخاطره خاطره. توقع دسكور توقع دجول كوب دفريق فليس. دحيح لي قادري. تفاضل خليص لي قادري. المعامين نصف ناس تتكلم شده في الواحد يضرب الكرتوج يضرب الدرج. تخرج بلغ في شي انا اقول حاجة وانتي تقول العكس انتحا انا نحكي ساعة غربوة على حاجات وانتي بعد جي تخرج تقول يحكي ساعة غربوة على البيلون حكيتك انا على بيلونتاو الكونفرنس دو برس مش يتكلموا للمدرب فرنساوي في تونس وما ما كانت النتيجة في الكونفرنس دو برس اللي تحكي عليها انتي بس اتقع اقالت منظر كبير لا فيه متاع الفلال وانتي حاضر فيها المدرب يخرج بشي يجيب فئة جهل منفقيري يحبوا يضربوك ما بين كنتي وخوك يحبوا يعملوا فتنة ما بين الجمعيات يحبوا يقزموا باركورت عمل قبل كل شي كل التضامر مع صديقنا انيسا السحباني صديقنا متربي خالوق جدا ما هذا اللي نقاشة فيه واتسأل معانتها ونلومه كيفاش ما قطعتوش وكيفاش تواصلت النقطة الصحفية كيفاش تسألوا أسألة أخرين معاناها بعد اللي صار هدايا لكله عليش مفهم احد شايل يانو كان يحكي موضر الكبير مشي في موخاني سحبيني كامل إجابة ترح السؤال قالوا سنة حتى نكمل وكلت بعضها كل تضامن مع انيسا سمعنا كلام من نوع مكش محترم وما تحترم شروحك جسوي كابابل باش نطيح لقدر كل التضامن وكل الشكر لانيسا اللي تمسك عصابه نعرف شخصيا اني استحباني معانتها باش قولك تفاجأت انو معمالش هما برافو كيفاش نجم يتمسك معانتها بعصابه في اللحظات هيديك لانو الكلام اللي تقال الحقيقة معانتها سمحني في الكلمة قلة احترام باش ما نقولش حاجة أخرى يعني نشت في روحي انا بدي نشت في روحي قلة احترام تيجيه صحفي جاي ويتابع في التحذيرات طع المنتخب ويقف ويستنى بسي منظر الكبير باش يعطي ما كان سيناً؟ ديكلاراسيون هل نحق قديمه tomorrow بطريقة هذه؟ هل ستطح اللي صار؟ يا ستطح نحن هل ستطح اللي صار؟ وبره صارت حاجة ولا كلمة تتعالج بالطريقة هذه أيمن? تتعالج بالطريقة هذه كيف أقلت لك؟ السيد منظر الكبير اتعالي اليوم لإستعراض عضلاته قد اتعالي عضلاته اتعالي قلبه معبي اتعالي بكارنيتاح سيب وقعد يحسب في الصحفيين كانوا هما الصحفيين سبب ربما البوليميك اللي سايرة كانوا هما الصحفيين هما اللي يتحملوا المسهولة وكما قال خالد يخي شسارهم يقصد في المحلين ولا صحفيين ولا مناشطين الكل حك على بعضه كلاش على بعضه نسل كل ضد منذر الكبير في المدربين السابقين واني بربسوا الاخير يخي كي كان انا جريس يدرب ولا مدربين اخرين ما كنتش في منذر قاعدتي في الكرسي اللي بفيه متاعك وتحلل في التاسعة كان في نفس البلاتوني وقدت بحدها اليوم كي تقلبت الليايا واليوم كي فهمة شوية ضغط ما تنجمش تجارية ما تنجمش تحمله مع الاسف مخي بك يا صنعتي مخي بك كيفية شي يقولت مع الاسف خالدم ولي دخلنا في متاهات مدرب الوطني دخل في متاهات اللي كان في غناء عنها وانا متأكد انه زرب 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 بلقدي بلقدي مع الاسف نرى اللي منذر الكبير اخسر نقاط اخرى انتي سو بريسيون نعرفوا ليش قاعد ساير نجم يكون عندك الحق وعندك الحق في حاجات وما عندكش الحق في حاجات لكن اليوم الرياكسيون بتاعوا حاس برأيه خسر بها كلكو بوان اللي كانوا نجموا يعاونوه حبوا لنكروا الصحفيين والرأي العام والصحافة سافي بارتيين متاع متاع اي مدرب مش مدرب وطني روما ببالك مدرب وطني يعني اندي تجمع تحت رأيتك لاثناشن مليون بما فيهم الصحفيين والملاعبين كل ناس كل يغزروا لكل فوق في بلاية كبيرة حاس برايه اليوم سي منظر الكبير تعدى اكو تيد لبلاك ان شاء الله يصورة راب نعرف نعرفو رو انسان متربي برشا وخلوق ولي نحبو اللي يحبون ناس كل تعارفو رو انسان على في مستوى عالي اليوم هذيك عليش بهتين ماناش فاهمين هذيك علي الضغط الضغط نحبوه نكره فما ضغط مايراو الضغط سافي بارتيين من الخدمة متاع المدربين تعرف تجاريه وتعرف وقتيش ممكن تنزل بلغة نحنا وتكون وقتي وقتي زيدا تكون تتحلى برشا بورد واليوم الحقيقة تعدى بجناب الحدث نتمنى انه يعتذر للزميل لانه ما قالش حاجة تستحق انه يرد عليه بالنبر مقال حد شي السيواء هو يعتذر وإلا الجامعة تونسية لكورة القدم ولا زوز يعتذر وإعتذار غدوة ليلة قبل كونفيرانز بريستع غدوة ليفضيحة كتسوط يقال بالوقت غدوة تصير مقاطعة ونتعى الندوة الصحفية ما فم حتى تبرير بعد اللي صار اليوم والشكل خاصة خايب برش شكل خايب برش راوي وذي كان يخرج البلدين أخرى يشوفوه ونضحكوا علينا لعبات ودرب الوطني يحكي بالطريقة هذه الاعتذار كلامك صحيح لازم لأنه غدوة قبل الندوة الصحفية لأنه مش معقول غدوة صحفيين بش يكونوا حاضرين ويواكبوا الندوة الصحفية بعد الشي اللي صار هنا تسأل كيفيش كملة البواندو بريس خاطر ذي الكلاش اللي صار معانتها مش في اللخر وصار ذيكا وهي كاملوا أسألة وكذا هذا دونك في خصوص النقطة الصحفية اللي صارت اليوم العشايل وكان مخرش منذ كبير ما شهده كله رانا محكيناش عليه رانا حكينا في مواضيع أخرى اللي خذيت خذي وقت المواضيع اللي بش نحكيو فيها تودسويد بشرة سعيد في اللي دوسي بيش تحكينا على الأندية فيش قاعدين يعملوا اليوم الأندية وقتل الكيب ناسيونال هذا الكل وبعض الفصل رجع لكم الجيد في سبور بلوس سوا السبعة واربعة واربعين دقيقة تودسويد الدوسي الدوسي الأندية ما بين التحضير لمرحلة الإياب وما بين المركاتو على الأبواب فيش قاعدين يعملوا الآن يا بشرة سعيد مرحبا مرحبا أيمن مرحبا باللي يسمع فينا الكل توق موسم 2020-2021 من ربط المحترفة اللولة اللي اعتمد السنة على نظام المجموعات انطلق في 17 أكتوبر خمسة أسابيع كانت كافية بشتوفة فيها مرحلة الذهاب ومن وقتها تقريبا من نهار 23 نوفمبر ويل في رقل تونسية تواصلت في تدريباتها بصفة عادية معتمدة على المباريات الودية وصحيح انه تريف الفترة اللي توقف فيها البطولة مسنسن بها كل موسم لكن المرة هذي بش تطويل شوية حكم مشاركة المنتخب الوطني التونسي في زوز مسابقات بديت بكأس العرب وفي جانفي عنها كأس أمم إفريقيا وعالرغم من انه أغلب البطولات العربية رجعت لنشاطها في الفترة هذه إلا انه في تونس ما عنا حتى مسابقة مقامة حاليا حاجة خليتنا اليوم نقف على عديد التساؤلات شنوه مصير الأندية اليوم وشنوه أثر الفترة هذه على مردودهم في مرحلة الاياب هل انه التحذير هذا بش يكون في الصالح أو بش يضر أكثر ملية ينفع بالنسبة للجمعيات اللي بش تلقى ملاعبيتها راجعين من زوز مسابقات مع المنتخب مع نساق مباريات الاياب اللي بش يكون مرتفع إضافة رزنامة المسابقات الافريقية بالنسبة للترجي النجم والنيدي سفيقتي لنلقاوهم الموسم هذية نقاو رزنامة مضغوطة نقطة أخرى لازم نحكيو فيها وأحنا على بويب المركاتو الشتوي كيفيش بش تتم الانتدابات في ظل توقف البطولة الاندي بعدت على نساق المباريات فما لي كان مضروب فما ملاعبيت حسن المردود من تيحة وشفنا إذا بعد الكورونا أغلب الانتدابات كانت في شكل صفاقات انتقال حر بسبب الوضعية المادية الفرق التونسية هون يتسئل أي نظرة وأي استراتيجية لانديت البطولة في الانتدابات القادمة يعطيك ساحة بشرة سعيد مش ناخد الموضوع من زوز جوان نبدأ بتحضيرات الاندي خالد المولي اليوم الانديا بشكل عام فاش قاعدين يعملوا بالضبط اليوم الانديا قاعدة تلعب في برشة مباراة الوضعية اللي نشوف فولين لعب مع فولين نهاية المباراة الوضعية اكس ترا اكس ترا شنو الهدف من هالوضعية هذية وأي معنى لها خاصة نحكي على الانديا مثلا عندها عدد كبير من الملعبية في المنتخب الوطني اللي قاعدة تعمل في تحضيرات لمرحلة الاياب بملعبية اللي موكم برشة ما هوش يلعبوا في مرحلة الاياب دون كونية التساؤل مشروع ومنطق شوف هوش قاعدين يعملوا سوكيسور اي مدرب في فترة طويلة كيفان هكا يستغل على القل باش يخدم الجانب الفني والتكتيكي البدني ليه علش ليه خطر ديجا البطولة متاعنا بدأت ماخر في اكتوبر وبرشة في رق بدأوا البرپاريشن في جوان وإلى جوية دونك عملوا تروى موان ولا كت موان دو بريباريشن نحكي الكثير في رق واخد وقفة الشامبينة في 25 نوفمبر ديجا هما في الطاب فيزيكما رف الطاب سيبا فاسيد راو تتلقى تتشون تعمل البرپاريشن هذي يخليك اكسي عند فما اكسي على المستوى هذا وقت البرپاريشن فيزيك يصبح تبليجي باش يطيح شوية فالريتم على بلسور فقط قبل نتوشي الفكرة ثانية هات النقطة داي خطر محضر لها سؤال كيفاش تقسيم الخدمة معتا اليوم بدانيا بريباريشن فيزيك اللي عنده شهرين ونص ما فهميش كورا في حين انو لعبنا سبعة سبعة جوليات كيفاش تقسيم اسكو بريباريشن ملو كيمة بريباريشن بتعصيف وإلا تم دوزاج معين معتا تم حسابات معاقدة جدا شوف هو الانتهجوه اغلب الفرق انو يتدرب خمس ايام ويلعب ويخوراح عمتاع نهارين باش الملعبية يسترجع الانفاس بدعم انتي والشارج وخات تشوف اليوم معطيات يحكم فيهم المدرب بطبيعة والسيكل اخر جما عادنا ماتش وفما دوزاج معين متاع انتري ما الا باش نتراني ونرتاح اذا جماجين انا بعد 25 نوفمبر الفرق الكل عطاو كالك جور يعني دوروبو باش خاد كانت طويل للمدة متاع أسبوع عشر ايم شوال يعني بريباريشن اللي بحاجة المخ الملاعبي دوك الناس الكل بتصور عطاو اربع خمسة ومبعد رجع الفريق في التدريبات وعندو الوقت بشيحثر يعني الملاعبي عندو شهرين بشيحثر الشامبونات عالش نقول لك حاجة بيه برش المدربين باش يجرب الملاعبية اللي عندو باش يعمل ديش ما تكتيك باش يشوف ملاعبية في باش الملاعبية عالاقل يجيو مخر شوية مع المجموع عين على الشبين دوك جوست عاجة بركة نكون نتمنى مدام هي فترة طويلة ويعرفوها عالش ما نظموش دي تورنواء خطر دي ما التورنواء فيه الملاعبي خطر ملاعبية في وقت من الوقت خالب فمي كانوا هذي قرأ حاجة حسابة حتى ريجونال كل في كل ريجون فما تروا كيف يعملو تورنواء دوك نكون ناجم تكون حاجة تعاون حتى خدشوف راول المشكل هناك تطوير المدع الملاعبي المدرب بتقدر متغلقوش برش اما الملاعبي هو اللي يتغلق دي قعد مدة ما غير كمبيتسون عارب يتح في الفاسيليت يقول اللي فما حاجات يلو بيش عمل ببتاتر وقت يبدأ عند كوبيتسون عملا مش دوك هذا الاشكال لكن فما الايجابة فيه اللي المدربين مش يلقاوا برش وقت يعرفوا المجموع تحهم يجربوا لليش ما تكتيك خالد يقول تطوير المدة على الملاعبي هنا الجدل لكن في المقابل زاد ثم ملاعبي كما فما ملاعبية طويل تعليهم المدة متاع الراحة وما فما ملاعبية عندهم تخمة من المباراة نحكي على ملاعبية دوليين نحكي نوتامو على ترج وناجم الرياضي الساحلي اللي عندهم ملاعبية سويا في المنتخب التونسي أو المنتخب الجزائري اللي بيش يلعبو كاس افريقي ولي لعبو البطولة العربية نفس الملاعبية كي بشتوف الكوب دافريك بش يرجع مع والحقيقة هم اللي بشي يلعبو في الرتور الرتور كي نعمل طلع الرتور هم اللي بشي اللعبو الرتور الشامبيونة البلايوف الشامبيون ومباراة الفاصلة دونك هنا من بين ملاعبية مانك دو كمبتيسيون من ملاعبية عندهم تخمة كيفش جسيان وهذا رجيلو مير هالراحة هذي جيتوا في وقت به مع هذ الفريق استاج الجربة قاعد يلعب بعد كل سيكل التحذيرات يلعب بالزوز مقابلات الودية قسم الفريق الأول الفريق الثاني ترجل يرياضي تونسي كيف كيف اليوم نمشي مع لي تحكي فيه انتي اليوم يعرف ما يعرف رديج عادي شنو الحلول البديلة اللي يمكن في وقت ما مع التعب متاع الملعبية الجزيريين وملعبية الدوليين اللي نجم يعمل عليهم اليوم تلعب تزوز مقابلات الودية في الأسبوع بعد خدمة خمس أيام مثلا اليوم تنجم تشوف بعض المقابلات هذي شكون الملعبية مثلا اللي موجودين في الفيكتيف متاعك اللي تنجم تتعاول عليهم خاصة في البطولة الوطالية اللي نعرف ومش نفس النسق متاع عربية الأبطال الأفريقية نجم ملعبية أقل ربما مستوى من الملعبية الدوليين نجم تمشي أمورك حاجة بها كالفريق يعرف كيفاش يتغلى تعطيك فكرة كذلك على الانتدابات اللي لازمك تعملها وإحنا داخلين على الفترة من ثنين من من الثلاثين لتلاثين جونفي لك الحقيقة أنا راح راح إذا المدرب والإطار الفني نحكي وإطار الفني خطر فهم خدمة بدنية يكيد تسير وفهم إطار الفني مش مدرب وإطار البدني مش معد المعد واللي معاه الكل هذه الخدمة الاحترافية معاتش اليوم معد بدني واحد ويخلت جوش أنا إضافة صغيرة على اللاعبين مثلا اللاعبين نجم وترجي لعب في الكوب راب بطير ما مش تقاوم برا في الكوب دافريك يعني مهوش يكون عنده تاندجو لأنه بشي جي ولي برو بشي تبدل البرج عادي تبدل ممكن يتيح لهنا الشارج بتاعهم وقتك يرزع الفرق بتاعهم بلو إنه نعرف البساج بتاعي في ديما يصير هكا التعديل البدني كانو زيد شوية ولي طيحوله في الشارج كان ناخذ جزيد الشارج وانتي تعديت بها المرحلة هذة يخلم ولي اكي تعديت بها مع الكوب ناسونال وترجي جيت كوب دافريك في الوسط ومن غادي كترجي بتلعب بالليك دي شامبيون وفاز بول ومنا 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 الملاعب كيف هنية هل ثم الجانب ذهني وكذلك وخاصة الجانب البدني ذور ناجمونا بشوية كاريكاتور معدها اللي عندو احسن معد بدني هو اللي بشي سالك في الرطور يعرك فيش يدوز دل الخدمة ليه بتبعها شوف هي الخدمة مشكومة بين البربراتور والملاعب البربراتور سيكون سور الخدمة بتاعه سور دي دوني فيش يلعب شيراء لمنوت جوا متاع الملاعب ووالا تضل هذاك باش باش يقرر شنو الشارج لاخوه لكن مهمة الملاعب في الركوبر كانت تعرف روح سور شارج والعب برش ما تتواج لازم بروح كذا ملاجموش معك بريباركتور فيش شنو المطلوب من الملاعب في ركوبر وما يطلبوش منه الموعد البدني شنو مع انت بريبار سيكون النوم ووقت النوم الماكلة مهم جدا التفاصيل روبر شعبيد لا يعرفو شو هذا هو الفرق ما بين جوار بروفيسيونيل وجوار موش بروفيسيونيل نجم تكون الشارج متاعنا كيف انا جي ريكوبر فيسع فيسع بعض اربع ايام نلعب ماتش انت لازم شهر اخر باش تلعب ماتش دونك هذا اللي رغم ما بين الملاعبية وقت عرف ماتش ماتش دونك لازم ياخور ركوبراسيون اللي يلزم واللي بريباراتور يعطي هالشارج والدوزاج اللي باش ما يتحش في البلاشور كذلك مهم جدا الميركاتو مادرا كما الميركاتو اليوم نحكيو على ميركاتو الشتوي اي نظرة واي استراتيجية كما تسائلت بشرة للانديا في الميركاتو الشتوي ميركاتو متع التعديل ولا لازم الملعبية اللي باش يعمل عليهم الانديا باش يجيبولهم الألقاب ولا التحقيق الاهداف متاح ومهما كانتو والله الميركاتو نطلق عليه عنوية نايم كل قديره وقدره معناتها الحقيقة لازم الواحد يعمل معادلة بين احتياجاته الرياضي معنات يشوف شنو المدرب المراكز اللي يستحق مكيد الفرق اللي باش تلعب رابط الابطال مش كما الفرق اللي باش تلعب على سعيد المحل بفلوس معين ولا سامحني زادة ملعبية تلعب على تيفيد النزول هدف متيحة انها مطيعش لديفزيون دو زادة لازمها ملعبية معينين باش ما يتيحوش زادة صحيح نوعية متاع الوبجيكتيف هذيك هللي هو تطلعوا فريق من رابطة الثانية لا تحب تطلع ثمم لعبية تشريهم وفمم مدربين جيهم الفرق اللي تلعب على سعيد الافريقي هنا نحكي على الترجي نجم رياضي السيحلي ونيد رياضي السفيقسي مطالبة انها تقوم بانتدى بيادخط المواجهات باش تكون صعيبة على سعيد الافريقي وورينا المجموعات وورينا الفرق اللي تشارك الفرق هذي اللي لازم تدعم المجموعة تنتاح بالنسبة الفرق اللي تلعب على سعيد المحل يكيد تصير تعزيزات موجهة وخاصة نهاية من ما لازموش يفوتوا الطاقة متاحهم على المستوى المالي يسينوا رايو كل عام باش تزيد الهوة باش تزيد المشاكل المالية باش نقاو برش بالقانون جديد ويجي وقت باش نقاو ملعبية لكل خارجة من الجمعيات وتنجم تفاصق مع الجمعيات مم باش نقاو جمعيات فالسة أكثر من اللي هي وفالغة حتى حتى لنرسيد المساكل خالد المولي ما بين الملعبية زادة اللي قربت نهاية العقدم نحكيو عن الملعبية توفى عقدم في جوان 2022 هكي الجيسيان متاع جوار فاند كنترا ومبين الرنفورسمان اللي يزمو يصير اليوم معادلة صعيبة نزيدوها معادلة أخرى اللي هي الفلوس اللي ميش متوفرة وصيويو لغير متوفرة معقد شوية الميركاتو صعب الميركاتو في تونس لا كي تشوف هو سورتو الميركاتو متاع جنبير وراهو صعيب يصر باش تلقى فيهم لعبية الهما انتي تعرف المرشي فالكزامل فريق قلعب على تفادي النزول ولا فريق باش يطلع اللي هو يعرف المرشيش فيه باش يحط الفلوس يلزم على الملاعب اللي موجود ويمشي يجيبه ولو انه دي ما صعيب حتى فصيل زيد الرائم سلكل براتيكم واللي تاو فاند كنترار حتى الاندية الكبرى اللي يجيبو فاند كنترار ماب يعني شوف المركاتو هذي يمكن ترقيعي ساعات ثم في رقعتي اللي يجي خلي حتى على العينين بتاع الجمهور برشي عملو فيها على الفيسبوك يسير جبت من الطائرة المركاتو في قليل صال الله المركاتو وراه متاع متاع سيل وتجد العقود في قليل صال الله ونرجع وده موضوع مهم باش نسلك سؤال مهم خلي كمل فكرته خلي الملاعبي اللي مزالو ستة شهر ومشوف الكنتران متاعو راو النادي غلط النادي كان هوم ملاعبي عن جوار دوكاليب خاطر عندك ملاعبي قيمة بتاع تخلي ستة شهر ستة شهر شوال يعملو وليقعد ستة شهر ما تلعبني باش نخلص ومبعد نمشي لبه دوك النوادي اللي بريمان عندها تخليط وعند استراتيجية باي ملاعبي باي سورتو انترنسينا راو قبل باعم سير تجري وناخدو اهم اجزامبل نجمو نحكي عليه في دينا وضعية عبدالقدر بدرانة نهاية عقد في الفين واثنين وعشرين مازالو ستة شهور مع بطولة عربية استثنائية مع كوبدا فريك من المنتظر بشيكون في محور الدفاع مع عبدالعمري ومع سمين وعيسى مندي وعيسى مندي فولا كما ينجم بالتعب والا الجسيان كيف شنو نجمو نعفو في الموضوع بدران الموضوع هذا ما فميش لحد الان فما انه كان من المفروض انه يروح من البطولة العربية بشيكون فما جلسة مع سيد حملي المدب وفما عرض معناتها بشي تقدم كما قال خالد اليوم اللاعب في موقع قو اليوم جاء عرض في اللاعب عبدالقادر بدران من نادي العين الإماراتي بقرابة زوز مليارات ونصف رفضوا رفض قطعي رئيس نادي سيد حمد المدب وقال انه لما جاء للخروج حتى مليعبي في الفترة القادمة حتى كان يخرج نهاية عقد اما ما العلم اكيد بعد الرجوع من الكامرون يكون عرض رسمي يكون مغري ومتيازات كبيرة هل تنجم انك تنافز اليوم الفراق الخليجية اللي تبدأ تستعد في فرصة كما نهاك تلاعب في قيمة عبدالقادر بدران جو رجوان خالد اليوم غلطة النادي انه خلي نهاية عقد في قيمة عبدالقادر بدران اللي انتي عرفته بالمقابلات اللي هو قيمة وعطا الإضافة تتحملها الهيئة المديرة يعطيك صح شكرا على حضور مرة أخرى خالد ملي إضافتك حتمية وبتبع في كل وقت دارك اعارة اعارة ان شاء الله ان شاء الله ان هلتقي في نفس التوقيت سبعا خير